هاي بنات ازايكم عاملين ايه في الفيديو ده هتكلم فيه معاكم عن تجربتي مع كل انواع سيران فيتامين سي اللي انا جربتها فيه انواع موجودة عندي حاليا هكلمكم عنها وفيه انواع انا كلمتكم عنها قبل كده بس خلصانة من عندي حاليا برضو هكلمكم باختصار عنها وفيه انواع انا جربتها زمان بس الصراحة كانت مش متوفرة في مصر عشان كده متكلمتش عنها بس برضو هكلمكم عنها فانا في الفيديو ده هكلمكم عن تجربتي مع كل الانواع اللي انا جربتها من سيران فيتامين سي افضلهم وعيوب ومميزات كل نوع فيهم فلو حابين تعرفوا وتابعوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها ويلا بينا على الفيديو واول حاجة هتكلم عليها وهو اول سيرام فيتامين سي انا جربته متكلمتش عنه خالص صراحة جربته زمان وكان خلصان من عندي ومتكلمتش عنه لانه كان مش متوفر خالص في مصر فعشان كده محبتش ان انا لكن هو في خلال السنة دي او السنة اللي فاتت بقى متوفر جدا في الصيدليات وفي الجروبات وهو سيرام اوز ناتشرال وهنزل لكم صورته هنا سيرام فيتامين سي عشرين السيرام ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها يمكن حاليا بجرب حاجات كتير عشان احاول الاقي بديل ليه لكن هو الصراحة من الحاجات القوية ومن الحاجات الفعالة وحاب اوضح معلومة بخصوص السيرام ده احسن نسبة فيتامين سي ممكن تخذيها من اي سيرام ان تكون النسبة مش اكتر من عشرين يعني لو نسبة فيتامين سي في اي سيرام اكتر من عشرين مش هتستفادي منها فما تفرحيش بالنسبة الكبيرة وتقولي لا الاستفادة هتكون اكتر لا معاك بس الحد نسبة عشرين وكمان ما يكونش اقل من تمانية في المية لان لو السيرام كان اقل من تمانية في المية فهيكون برضو مش فعال فعشان كده حاول تجيب النسبة عندك من تمانية لعشرين وطبعا كل ما هترتفع في النسبة كل ما هيكون الاستفادة اكتر وطبعا من اختار النسبة على حسب كمان السن وعلى حسب المشكلة وعلى حسب لو انت جربت كزا نوع قبل كده فبتبتدي تعلي في النسبة لكن لو انت لسه مبتدأ في استخدام سيروم فيتامين سي فانا انصحك اكتر انك تبتدي بالنسبة واحدة واحدة لحد ما توصلي للنسبة الكبيرة عشان تشوف بشرتك ايه تقبلها سيروم فيتامين سي ويتاني حاجة عشان كمان تتعود عليه وطبعا استخدام نسبة كبيرة مرة واحدة ممكن يسبب تحسس وكمان حابة تكلم عن معلومة مهمة جدا يمكن هتكلم عليها بعد كده في فيديوهات لو انت بشرتك دهنية وعندك حبوب او البشرة معرضة للحبوب فانصحك بلاش نهائي تماما استخدام سيروم فيتامين سي لانه هيدرج مش هيفيدك وهيخلي البشرة نشطة اكتر للحبوب وهتحس ان البشرة تبهدلت وعندك بقى مشاكل هتدوري ليها على علاج في وقتها سيروم فيتامين سي مش هيفيدك قد ما هو هيدرج فعشان كده بلاش خالص استخدام سيروم فيتامين سي للناس اللي عندها حبوب وانا هعمل لكم فيديو عن روتين الناس اللي بشرتها دهنية وعندها حبوب هنستخدم بديل لسيروم فيتامين سي بس مش هيعمل لنا مشاكل ولا حبوب بعد ما نعدي فترة علاج الحبوب وكل حاجة وقتها البشرة هتكون اهدى وساعتها ممكن ندخل سيروم فيتامين سي بالتدريج وبنسبة قليلة لكن ما نسحكيش خالص باستخدام سيروم فيتامين سي للناس اللي بشرتها دهنية عندها حبوب ومعرضة للحبوب بلاش احسن بكتير تمام كده يا بنات نرجع بقى لموضوعنا السيروم ده متوفر جدا دلوقتي حاليا في مصر بس خلوا بالكم انتشر منه تأليد كتير بطريقة فخلوا بالكم الافضل انكم تشترون من مكان موصوق فيه او صيدلية كبيرة او جروب انتو واسقين منه ولو مش هتقدروا تشترون من مكان موصوق فيه او من صيدلية كبيرة فانا هنزل لكم صور عن الاستجرام في الاستوري او على اليوتيوب في الاستوري ازاي تعرفي الفرق من التقليد والاصلي وهنزل لكم الفروق اللي بتكون فيها العلب تقليد عشان لو هتشترون من مكان تكونوا متأكدين قبل ما تدفع الفلوس ان هو فعلا اصلي خصوصا انه سعره غالي وخليوا بالكم الاسعار اللي منشوفها 250-300 فده من غير ما تشوف اي حاجة ده معروف اكيد ان هو تقليل تمام كده وتاني نوع سيرم فيتامين سي انا جربته هو سيرم من شركة مونتيل والسيرم ده موجود في كل السيدليات والسيرم ده من شركة فرنسية السيرم ده انا شايفت الصراحة ان هو سعره غالي وبالكمية بتاعته قليلة فمنصحش بيه بصراحة هو فعلا نتيجة بتاعته كويسة وبيجيب نتيجة حلوة ونتيجة سريعة لكن الصراحة ما يستهلش انك تدفع 900 جنيه في سيرم خمستاشر ملي على فكرة هي العبوة حجمها كده بس هي فضية السيرم بس بيكون موجود في العبوة الدهبي الرفيعة من جوة فهو بالزبط خمستاشر ملي فعشان كده الصراحة انا السيرم ده ما نصحش به نهائي فعشان كده انا من وجهة نظري انا شايفة ان المبلغ ده ممكن تجيبي به نوعين سيرم ويكونوا كويسين وفعالين يعني ممكن تجيبي مسلا نوعين من شركة بنفس التمن او تجيبي مسلا نوعين من اوز ناتشرل وفعلا هيكونوا كويسين وحلوين فانا شايفة ان 900 جنيه ما يستهلش خالص انك تشتري سيرم زي كده بالكمية دي حتى لو كان فعال ولازم تكونوا عارفين معلومة تانية مهمة لما تيجي تختاري سيرم فيتامين سي يكون عندك الامكانية انك تستخدميه باستمرار او تكرريه لان سيرم فيتامين سي يعني لو جبتي نوع غالي عشان تستخدميه وجيم نتيجة بسرعة ووقتها وقفتيه فطبيعة البشرة ودي طبيعة مش نوع او عيد في السيرم فطبيعة البشرة بعد كده كل النتيجة اللي دي تهالك من السيرم ده هتبتدي النتيجة دي تقل تدرجيا بعد ما توقف السيرم ودي طبيعة البشرة ان هي بتتخلص دايما باستمرار بالكولاجين وكل الحاجات الموجودة فيها حتى الكولاجين اللي بتفرزه طبيعي طبيعي ان هي بتتخلص منه عشان كده البشرة بتبتدي تفرز تاني غيره فعشان كده حاولوا لما تشتروا سيرم تكونوا قادرين انكم تكرروا يكون سعر كويس الكمية بتاعته كويسها عشان طول ما انتو بتستخدموه البشرة بتستفاد منه واول ما بتوقفوه بترجع كل حاجة تاني بعد كده لطبيعتها وتالت نوع معايا وهو سيرم فيتامين سي من شركة كولاجرا انا كلمتكم عنه تقريبا من سنة ونص او اكتر كان وقتها السيرم ده لسه نازل جديد الصراحة السيرم ده انا منصحش ان حد يشتريه خالص نسبة فيتامين سي اللي فيه عشرة في المية وده مش مشكلتي معاه انا مشكلتي معاه ان هو بيتاكسك بسرعة بيصمر البشرة اوقات كتير لو البشرة فيها التهاب او البشرة عندك فيها مشكلة او تحسس كده بسيط بيزودها وبيعمل ساعتها حبوب وبيسبب تحسس وبيه هيجي البشرة فعشان كده انا انصحش بيه لكن لو انت بتستخدميه كويس معاك تمام عادي مفيش اي مشكلة لاني لازم تكونوا عارفين ان سيرم فيتامين سي الحاجة الوحيدة اللي كلنا مش هنتفق عليه كل بشرة هتكون ردة فعلها مختلفة باتجاه السيرم فيتامين سي فعشان كده طبيعي انكم تتقبلوا ان قراء الناس هتكون مختلفة بالذات على سيرم فيتامين سي ممكن اكتر حاجة هتلاقونا مش متفقين عليها لان كل بشرة هيكون ليها الردة فعل مختلفة فيه البشرة اللي هتتاقلم معاه والبشرة اللي هتحسس منه وفيه كمان انواع كتير بشارات لوحدها رفضة اساسا استخدام سيرم فيتامين سي او عندها التحسس اساسا من الحمض ده فعشان كده لازم تكونوا عارفين انه وارد جدا انكم تستخدموا سيرم فيتامين سي ويكون نوع غالي ويكون كمان فعال وبشرتك انت ما تتقبلهوش تمام كده واللي ما يعرفنيش او لسه متابعني من جديد انا بشرتي مختلطة ميلة للدهنية في الصيف وميلة للجفاف في الشتاء عشان تعرفوا تجربتي سيرم فيتامين سي بناء على اي نوع وبشرة بالزبط وده نوع بشرتي والسيرم اللي جربته بعد كده وكلمتكم كتير عنه بس الصراحة مش موجودة عندي حاليا لانه خلص وهو سيرم فيتامين سي من شركة كيليو وهنزل لكم صورته هنا وكنت عامل عنه فيديو او ريبيو مخصوص لو حابين تروحوا شوفوه والسيرم ده من الانواع اللي انا جربتها اللي فضت معي الاخر لحظة من غير ما يتأكسد ولا لون يتغير ولا اي حاجة رغم ان هو قعد معي يمكن فترة اكتر من ستة شهور ويمكن من اكتر الحاجات اللي انا كنت فعلا بحبها فيه اني كنت بقدر استخدمه الصبح قبل كان على فكرة بيزود فعالية وكمان كنت باستخدمه قبل اللي بيتأكسد عندي فكان بيقلل فعلا الاكسده بتاعت الفونداشت ودي ممكن اكتر حاجة عجبتني فيه وتاني حاجة الصراحة انا حبيتها فيه انه ما سبب ليش اي نوع من انواع التحسس فلو انت بشرتك او انت نوع بشرتك جربت انواع سيرم فيتامين سي كتير وكل الانواع دي سببتلك تحسس او حبوب فانا انصحك جدا بسيرم كليو لانه فعلا من الانواع اللي تدبش اي تحسس ولا اي حاجة هو عيبه طبعا وهو في عيب كبير ان هو الفعالية بتاعته او مفعوله ضعيف بس انا بتكلم على حالات معينة لو انت عايزة سيرم ما يعملكش تحسس تقدر تستخدمي الصبح هو الصراحة الحاجة الوحدة اللي بيعملك تغيير في البشرة انه بيحسن ملمس البشرة بيخليه انعم من غير ما يعملك اي مشاكل فانا شايفاك سيرم خفيف او كبداية للبنات الصغيرة اللي حابة تستخدم السيرم كده كبداية عشان تشوف بشرتها اي رد تفعلها من حيث او من اتجاه سيرم فيتامين سي فانا في الحالة دي بس انصحك بسيرم كليو لكن لو انت عايزة سيرم فعال وقوي يجيب نتيجة فانا الصراحة عن نفسي ما انصح كيش بيه نهائي في الحالة دي وكمان هو على فكرة مش بيعمل ترطيب هو بيحسن بس ملمس البشرة بيخلي ملمس البشرة انعم ولازم تكونوا عارفين ان كل سيرم فيتامين سيرم فيتامين سي مش مطلوب منها انها ترتب البشرة هي بتشتغل بس داخليا ملاش دعوة خالص بالطبقة الخارجية للبشرة بالعكس لو السيرم قوي ممكن يعمل لك جفاف ويعمل لك كشور عشان كده احنا بعده بنستخدم كريم مرتب ولو مستخدم تيش كريم مرتب بعد سيرم فيتامين سي فوارد جدا انه يعمل لك مشاكل ويعمل لك كشور ويعمل لك جفاف شوية في البشرة عشان تكونوا عارفين سيرم فيتامين سي ما هو الا حمد مقشر فلازم بعده طبعا يكون في كريم مرتب والسيرم اللي جربته بعد كده هو سيرم كليو الليلي وسيرم كليو الليلي ده سيرم تفتيح اكتر ما هو فيتامين سي نسبة فيتامين سي اللي فيه قليلة جدا موجودة في مكون من مكونات بتاعته تاني مكون هو فيتامين سي بس مش محددين النسبة سيرم كليو صراحة من انواع السيرم اللي عندهم اللي عجبتني ويمكن عجبني اكتر من سيرم فيتامين نفسه لان السيرام ده بيدي كزا حاجة لكن سيرام بايدة بيدي كليه ومش بيديكي غير كم حاجة بس بسيطة لكن السيرام ده فعلا بيرطب البشرة بالليل حلو جدا فيه كمان مادة فبيساعد كمان معاك لو عندك كم حباية كده تحت الجلد انهم ينشافوا بسرعة بحس معاها فعلا ان هو بيشد البشرة اه بيشدها بنسبة قليلة لكن فعلا لاحظت مع كتر الاستخدام طبعا مع فترة طويلة مش فترة قليلة ان هو فعلا بيشد البشرة بيفتح بيفتح بس بنسبة بسيطة جدا لو عندك بقع اغمق من بشرتك بدرجة واحدة ففي الحالة دي هيفتحها مش اكتر من كده لكن طبعا لو عندك مشاكل او بقع شمس قوي او تسبغات ففي الحالة دي انت عايز عليك تاني خالص عليك تفتيح بس مركز للتسبغات لكن الحاجات دي طبعا تعتبر ما هي الا مفتحات لتوحيد لون البشرة مش اكتر من كده او بتستخدميها عشان تحافظ على بشرتك من انها تغمق بسرعة يعني لو بتخرجي في الشمس كتير في النهار فممكن تستخدمي حاجة زي كده يوميا بالليل عشان تقليلي ان البشرة تغمق مش اكتر من كده بس هو الصراحة من الحاجات اللي فعلا عجبتني وطبعا شركة كليو انا عارفة ان في ناس كتير اختلفت عليها في ناس عجبتهم في ناس كتير ما عجبتهمش بس انا بكلمكم عن تجربتي من عندهم انا مجربتش من عندهم غير تلات حاجات السيروم الليلي ويه سيروم فيتامين سي والكريم النهاري وقلت لكم قبل كده ان الكريم النهاري من عندهم ما عجبنيش لانه كان ضعيف في التفتيح وكمان كان ضعيف في الحماية من الشمس لكن ما جربتش من عندهم اي حاجة تانية فانا بتكلم بس عن تجربتي مع النوع اللي انا جربته مش اكتر تمام كده والسيروم اللي هتكلم عليه بعد كده بس هو الصراحة خلصان ده مش السيروم اساساً اللي جوه العبوة انا كان عندي عبوتين من السيروم ده وكنت عاملة عنه فيديو لو حابين تشوفوه ده سيروم بوتك فيتامين سي وده بيكون اسمه بس اللي موجود حالياً جوه العبوة مش السيروم خالص انا حطي هنا لوشن مرتب وحطي معاه زيت البرتقال لكن العبوة دي انا اصلاً كانت خلصانه عندي وكنت مخلصة واحدة تانية قبل كده وهسيب لكم صورة الفيديو هنا السيروم ده انا لما اشتريته كان لسه نازل جديد فكان لون السيروم ابيض جداً جاتني اسئلة كتير بخصوص السيروم ده فعلاً لاحظت كل الناس اللي اشتريته او كل البناتي اللي اشتريته الفترة الاخيرة انه لونه بقى ابيض على بينج فانا مش عارفة هي الشركة عدلت مثلاً في المنتج نفسه ولا المنتج هو هو ويغيره لونه انا الصراحة ما عنديش اي فكرة عن الاصدار الجديد اللي نازل حالياً اللي لونه مختلف لكن انا اتكلمت عن الموجود عندي وقلت لكم رأيي في ان هو بيرتب ترتيب حلو مناسب للبشرة الدهنية او المختلطة ما حستش معاه ان هو مفروض سيروم بوتك ده سيروم بديل للفيلر ما حستش معاه خالص بالموضوع ده انهائي ما اصرش ولا واحد في المية في اي حاجة عندي بخصوص ان هو بيملى الوش او بيملى الخطوط لكن هو كمان من الانواع اللي مسببت ليش اي تحسس ولا حبوب ولا اي حاجة امتصاصه سريع جدا خفيف جدا انا الصراحة مش عارفة ممكن يكون هما عدلوا الفورمولا الاخيرة اللي نزلوها عشان في ناس كتير اتكلمت وقالت ان هو مش فعال فممكن يكون او جايز يكونوا ان هما فعلا خلوه اقوى او وعدل الفورمولا بتاعته لكن انا الصراحة عنديش اي تجربة على الفورمولا الجديدة اللي نزلة منه اللي هي لونها قبيض على بين كسنة وهنزل لكم صورتها هنا والسيرم اللي هتكلم عليه بعد كده وده سيرم فيتامين سي وهيرونيك اسد من شركة الكسير وده شكله شركة الكسير شركة بتبيع منتجات طبيعية بتعملها هاندميت السيرم ده انا هكلمكم معه الرأي وتجربتي معاه اول حاجة السيرم ده سعر 230 لكن الصراحة كمية بتاعته 15 ميلي كمية بتاعته قليلة السيرم ده مش مكتوب عليه اي مكونات فانا مش عارفة المكونات اللي معمول بها السيرم ولا نسبة فيتامين سي اللي فيه كام بس اللي لاحظته او اللي عرفته بما اني بستخدم زيوت كتير وكنت بعمل حاجات طبعية زمان السيرم ده في زيت الورد وانا هوريكم شكل من جوة بس هارجوا الاول وزاي ما انتو شايفين لونه اصفر فاتح جدا قوامه شوية تخين حاجة بسيطة وطبعا ده بسبب الهيرونيك اسد اللي موجود فيه وزاي ما انتو شايفين القوام بتاعه تخين شوية بسبب هيرونيك اسد اللي هما حطينه في السيرم ده السيرم ده اول ما بتبتده توزعه على البشرة بتحسه شوية بملمس زيتي وطبعا ده بسبب زيت الورد لكن طبعا المعروف عن زيت الورد ان هو بيمتص بسرعة بفضيعة لا هيسبب معاك احساس زيتي ولا هيسبب تلزيئة ولا هيسبب اي حاجة ولما بتبتده توزعه شوية بتحسه بتقلي بتاع الهيرونيك اسد لكن في نفس الوقت ويمكن دي اكتر حاجة عجبتني فيه ان اول ما البشرة بتمتصه بتمتصه هوا لا بيسيب تلزيئة ولا بيسيب احساس زيتي ولا بيسيب اي حاجة انا شايفة ان السيرم ده كويس للناس اللي بتحب الحاجات الطبيعية ومش عايزة يكون حاجة فيها كيميكا الكتير وعايزة حاجة طبيعية فانا شايفة ان السيرم ده كويس بس اهم حاجة تكون بشرتك بتتقبل سيرم فيتامين سي لو كان قوي شوية لكن لو بشرتك بتتحسس او انت لسه مبتدئ او بتستخدمي نسب بسيطة فما انصحكيش بيه لانه وارد جدا ان يحسس البشرة انا لما استخدمته في البداية بدأ يطلع لحبوب صغنانة حوالين المنطقة الحساسة عندي اللي هي منطقة حوالين الفم فعرفته ان هو وارد جدا لو حد استخدمه بشرته حساسة ان يعمله تحسس او حبوب صغيرة نتيجة تحسس او ايجزيميا فعشان كده انا شايفاني الناس اللي بشرتها عادية او جفة او مختلطة بس مش نشطة للحبوب فهيكون كويس معهم وانا شايفان هو فعال وشايفان هو كويس وشايفان حاجة معمولة طبيعية بس معمولة كويسة بالنسبة للأكس ده السيرم ده ما تأكسدش معايا خالص لي بستخدمه شهر ونصد او اكتر لونه زي ما هو لونه الاصفر فاتح الصراحة مش بيتأكسد ولا لونه بتغير ولا ريحته بتتغير ولا اي حاجة والسيرم اللي هتكلم عليه بعد كده وده سيرم مش فيتامين سي نسبة فيتامين سي جاي اخر حاجة هو سيرم هيرونيك اسد وده اسمه بالزبط هو اسمه شوية غريب اسمه يلو كونكس يارب بس سيكون بعرف ان طقه صح تجربتي معايا اول حاجة هو سعره امتين وعشرين بس دايما بينزل عليه قفر قطع وتانية مجانا يعني هنعتبر ان سعره مية وعشرة انا شايف ان هو سيرم خفيف مناسب للناس البشرطة دهنية ومختلطة انا السيرم ده بحبه بس عشان كام حاجة اكلمكم عنها السيرم ده من الانواع اللي بقدر استخدمها في الصيف وبقدر كمان استخدمها في النهار وقبل الميك اوب اولا هو خفيف بيديني ترطيب متوسط مناسب لبشرة الدهنية في الصيف وكمان مش بيزود افراز الدهون ولا بيسببني مشاكل ولا بتخلي البشرة بتزيت اكتر لكن هو خفيف جدا معايا في الصيف وكمان لما بحب ان هو يديني ترطيب اكتر فباستخدمه اكتر من مرة في اليوم يعني ممكن استخدمه تلت او اربع مرات في اليوم فوقتها بيديني ترطيب فانا شايفة ان هو كويس بدنسبل سعره ولو عايزة هيرونك اسد يكون خفيف وتقدر تستخدميه في الصيف وفي النهار وبيساعد بس بتحسين ملمس البشرة مش اكتر السيرم ده بالزاد فيه بنات كتير اشتريته وبعتتلي وفيه بنات قالتلي ان هم عمل لهم نضارة وفيه بنات قالتلي ان هو عمل لهم حبوب تحت الجلد فخلوا بالكم من الموضوع ده وكمان فيه بنات بعتتلي قالتلي ان الفورميلة الاخيرة اللي نزلت منه اللي هو نفس الشكل ده بس اللي هي غطى هنا مختلفة شوية عن الفورميلة القديمة يعني القديمة كانت احسن شوية من الجديدة وانا كان عندي منه عبوتين خلصتهم انا كنت مشتريا من فترة كبيرة وخلصت العبوتين ودي العبوة التانية باقي منها شوية وكنت كمان من الحاجات اللي انا بحبها في حاجة تانية اني كنت بقدر استخدمه بعد الدرما من غير ما يحرق بشرتي يعني بعد الدرما ما كنتش بقدر استخدم على طول سيروم فيتامين سي فكنت باستخدم ده الاول بعد الدرما على طول لحد ما البشرة تهدى وبعدها احط سيروم فيتامين سي فانا الصراحة لحد دلوقتي مترددة زي كنت اشتريه تاني ولا لأ بس هو الصراحة كان بينفعني في كام استخدام فقولولي ايه رأيكم لو حد جربوا واخر سيروم معي وتسألت عنه كتير قبل كده وده يمكن اول مرة تكلم عليه ما عملتش عنه فيديو لان الصراحة هقول لكم ليه دلوقتي وده سيروم فيتامين سي من شركة فارما سيراز والسيروم ده نسبة فيتامين سي اللي فيه خمسة في المية والسيروم ده اكتر سيروم تفتيح يعني هو اصلا سيروم تفتيح والنسبة دي بس هتعملك كعامل مساعد في التفتيح مش اكتر وتانية حاجة عشان اكون برضو امينة معاكم السيروم ده في فيتامين اي ومن الحاجات الحلوة جدا لو لقيتوها موجودة في السيروم بتخليه مية اكسيت شوف فعلا للعبوة دي لها سانة عندي من غير ما السيروم يتغير اللون ولا ريحته ولا اي حاجة انا السيروم ده لي كان تعليق عليه السيروم ده انا شايفه حلو الناس البشرتها جفة او عادية السيروم ده زيتي مش سيروم مائي فانا كبشرة دهنية لما استخدمته في الصيف الصراحة كان بيرطب حلو كسيروم زيتي بس كان بيضيقني بيخلي فيه احساس كده زيت على البشرة والبشرة ما امتصتهش وبعد وقت كده من استخدامه تقريبا بعد اسبوعين او تلاتة بدأت الاحظ انه بدأ يزود لي الحبوب فعشان كده انا ركنت وما استخدمتهش تاني فطلعته تاني عشان استخدمه لاني في الشيطة بشرتي بتكون جفة وبكون محتاجة حاجات ايه لا اكتر طبعا من اللي كنت باستخدمها في الصيف فعشان كده طلعته حاليا وباستخدمه هو زيتي زي ما قلت لكم لو انت بشرتي جفة هتحبيه جدا لو انت عندك اماكن فيها كشور هتحبيه جدا لكن لو انت بشرتي دهنية وعندك حبوب هتكرهيه جدا حرفيا انا كرهته فعلا في الصيف لكن في الشيطة باخد منه بس نقطتين بكتير وبعمل بيه مساج لحد ما البشرة تمتصه بيرطب بشرتي تاني يوم كويس بيفتح بس تفتيح يعني مش التفتيح القوي عشان اكون صريحة معاكم لكن بخصوص الفيتامين سي اللي فيه فهي نسبة طبعا قليلة جدا انا شايفها سيرم مرتب للبشرة الجفة وسيرم زيتي للناس اللي عندها جفاف او كشور وطبعا هيساعد معاهم في تفتيح او توحيد لون البشرة لانه اساسا سيرم تفتيح مش سيرم فيتامين سي ففي الحالة دي استخدميه خصوصا انه بيرطب حلو جدا في الشتة فعشان كده انا بستخدمه بس الصراحة في الشتة وحتحبوه كمان اكتر في الشتة وده كان رأيي وتجربتي مع كل انواع سيرم فيتامين سي اللي انا جربتها ويا ربي يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو حابين تسأله عن اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات وشكرا ليكم مع السلامة اشتركوا في القناة